ايمان مجدي بين التصوير والعمل التطوعي نجدد لكم التحية مشاهدين الكرام ونمسي بالخير على كل ما ننضم لمشاهدة اماسي في هذه اللحظات مع اخر فقرات حلقة اليوم وتحديدا سحر الصورة ضيفتنا مشاهدين الكرام ضيفتنا بالتأكيد مصورة فوتوغرافية وعضو في اتحاد المصورين العرب ترى التصوير ليس مجرد وجهة نظر او طريقة للتعبير عن موقف معين بل هي رسالة مقدمة للجمهور الى جانب التصوير فهي تعشق العمل التطوعي ساهمت في العديد من الاعمال والبرامج التطوعية بالتأكيد باسمكم مشاهدين يسروني ان نرحب بضيفتنا الاستاذة ايمان مجدي الجوهريم سات الله بالخير وحياة الله معنا في اهلين فيك اخوتي اهلا وسهلا كيف حالت؟ الحمد لله تمام بخير خلنا نتكلم عن بدايتك مع التصوير الفوتوغرافي وعلاقتك بالتصوير متى بدايت وكيف ارتبطي في الهواية هذه؟ الحقيقة انا بدايتي من التصوير كانت من بداياتي في الجامعة مع دراسة الجامعية حبيت التصوير وحبيت مجالة كنت اعتبرها هواية بدأت فيها مع نفسي حاولت اطور فيها نفسي شوي شوي واستمرت فيها كيف كانت المحاولات الخاصة بالتطوير؟ طبعا في البداية كانت المحاولات صعبة يعني كنت انا اعلم نفسي بنفسي كنت يعني ما الاحتكاء كبير بمجال مصورين لكن مع الوقت بديت اتعرف على المصورين اشوف لقطات احترافية اكثر اطور من نفسي شوي شوي لان ما وصلت لمستوي هذا جميل طيب كيف كنت تقيمين اعمالك؟ ما هي الطريقة اللي كنت تقيمين اعمالك؟ في بداياتك انا اعني تحديدا طبعا كنت يعني اشوفها من زاوية الشخصية انا اولا وبعدين اعرضها على مثلا على اهلي على قاربي على صديقاتي بعدين بديت اطور ان اتعرف على مصورين كبار لهم باع طويل في هذا المجال واعرض عليهم اعمالي اخذ اراءهم اقتراحاتهم بعدين بديت اطور نفسي اكثر واكثر ان درست شوي في مجال التصوير وانضميت لوراش ودورات طيب تصوير قلتي لي بدأ كهواية طبعا اليوم شو يمثلت التصوير؟ التصوير هو ما زال هواية لكن وصل لمرحلة احترافية اهلة بكثير من انها مجرد تكون شيء في بداياتها فيعني كعمل طبعا في منا مدخول مادي وفي نفس الوقت شيء انا احاول اطور من نفسي فيه بشكل كبير اشارك في مسابقات اشارك في معارض من هالاشياء الكاميرا شيء خاص جدا بالنسبة لتش يعني لدي حاجة كبيرة اكيد طبعا الكاميرا جزء مني يعني الكاميرا هي عيني الثاني اللي انا اشوف فيها طبعا اشوف فيها زوايا مختلفة اشوف فيها اشياء ما اروم اشوفها بعيني الشخصية تخصصتي اختي ايمان ونحن نتابع بعض لقطات تش اللي يرسي تظهر امامنا على الشاشة تخصصتي انتي في جانب معين في البورتري مثلا او في لاندسكيب او في امور اخرى حقيقة انا جربت انواع كثير من التصوير جربت البورتري تصوير الاشخاص جربت لاندسكيب تصوير الحيوانات الكائنات الحية تصوير لقطات الشارع بس اميل اكثر لتصوير الاشياء اللي فيها روح بشر كائنات حية لان تعكس الروح اللي فيها من خلال الصورة تعكس تعابير الوجه التفاصيل فتكون تفاصيلها اعمق وتلمس روح الانسان بسرعة فحبيتها النوع لكن يعني احب اشمل انواع كثيرة واتدرب على اكثر من نوع ما اقتصر على نوع واحد فقط في التصوير جميل لو سألنا ايمان عن اللي يميز اعمال ايمان يعني اليوم ما شاء الله مجال التصوير اصبح مجال يستقطب العديد من الشباب والفتيات اللي يعني اصبح التصوير بالنسبة لهم سهل ليس كما كان في السابق الموضوع يحتاج الى مثبت او ستاند وكاميرا خاصة جدا ويعني يبقى الامر مكلف في السابق اكثر ما زال مكلف لكن انا اتكلم يعني عن طريقة الحصول والاقتناء الكاميرا تحديدا كانت نوعا ما اصعب في السابق اليوم اصبحت الامور سهلة جدا يعني لكن بالنسبة لأيمان ما الذي يعني يميز اعمال ايمان من وجهة نظرها انا احب دايما اطفي لمسة خاصة فيني على الصور يعني على حسب جوي ومودي مثلا اذا كنت سعيدة احب التقط اخذ لقطات فيها لمحة من السعادة من فرح احب دايما لقطات تكون بسيطة بس فيها فكرة فيها معنى فدايما ادور على البساطة في لقطاتي وفي نفس الوقت انها هي تعكس فكرة معينة او صورة معينة للناس جميل طيب اتحاد المصورين العرب نحن دايما يعني في برنامج اماسي نغطي مختلف فعالياتهم هم نشطين جدا فعالين حقيقة عندهم مسابقات في اجندتهم السنوية انتي اليوم اصبحت عضوة في هذا الاتحاد صحيح ما الهدف من انضمامك الى اتحاد المصورين العرب ما الذي اضاف لك هذا الانضمام كذلك وفي نفس الوقت ما الدعم الذي قدم لك من هذا الاتحاد انا اوجه شكر كبير صراحة الاتحاد المصورين العرب لان فعلا فعلا يتبنون المصورين من كل نواحي يعني يقدمون لورشات ودورات تدريبية في رحلات يوفرونها للمصورين لاماكن مختلفة في الدولة احيان خارج الدولة للشباب فالدعم دائما مستمر ودائما تحصل منهم نقد بناء يساعدك اذا في اي وقت حبيت تستشير احد عن شغلك عن اعمالك عن تصويرك هذا دائما متوفر عندك في اي وقت وفي اي مكان دائما يحبون يدعمون المواهب الشابة يساعدونهم على التقدم للامام فانا فعلا اشكرهم يعني هم وفروا لي اشياء وايدة واشتركت معهم في ورش وايدة وكان الجو جدا عائلة يعني الجو جدا جميل عندهم جميل طيب ذكرتي لي بان في البداية اعتمتي على نفسك على التعليم الذاتي في كيفية التصوير اختيار الزوايا اليوم التصوير يعني اصبح كذلك مش مرتبط فقط بتثقيف الشخص حول امكانية التصوير بقدر ما هو مرتبط في جوانب اخرى مثل الاضاءة واختيار الاضاءة والزوايا والوقوف وغيره والاماكن كذلك وكيفية اختيار العدسات كيف استطاعتي اليوم انك انت تقفين نفسك في هذا المجال هل كنت حريصة على الاتحاق بدورات تدريبية ورش عمل ذكرتي ورش العمل قبل قليل لكن الدورات التدريبية كذلك عنصر مهم وفعال صحيح في البداية طبعا مثل ما ذكرت كانت تجربتي مع التصوير كهواية طورت نفسي بنفسي عن طريق القراءة عن طريق التدريب الميداني في الخارج دائما تكون معايا الكامرة احاول اصور علي قد ما اقدر لكن بعدين لما شفت ان الهواية يعني مجالها التسع واني انا حبيت المجال وايد فقررت اني انا التحق بدورات تدريبية اكثر درست دبلوم اعلام في جامعة الشارقة تعلمت هناك اكثر عن الاخراج وعن التصوير وعن المونتاج والجوانب النظرية من التصوير وطبعا الدورات التدريبية والورش المكثفة كانت تنميني اكثر في الجانب النظري اكيد انا الجانب العملي اردي يعني نميت نفسي فيه وزيادة الجانب النظري جمعت بينهم الاثنين في اعمالي جميل المسابقات والمعارض هي فرصة لصقل موهبة المصور صح كونه تفسح لمجال الاحتكاك مع مصورين اخرين وبالاضافة الى تقييم اعمال المصور من خلال مرتادي هذه المعارض والمقيمين انا بسألت عن هذه الجزئية وعن مشاركاتك في المسابقات ولكن بعد ما نتوقف في هذا الفاصل لمتابعة الاعمال الخاصة بايمان اللي تقطتها بعدستها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا اليوم ورحبا بكم مشاهدين الكرام عودة الاستكمال ما تبقى من فقرتنا الاخيرة ومع مصورتنا وضيفتنا في هذه الفقرة المصورة الفوتوغرافية ايمان الجهري حياة شلقتي ايمان من يديد اهلا وسهلا كنت سألت قبل الفاصل عن المسابقات هل انت حريصة على المشاركة على الاحتكاك في مختلف مع مختلف المصورين من مختلف الخبرات من مختلف البلدان من خلال المشاركة في المسابقات سواء كانت المحلية او حتى الاقليمية والعالمية بالاضافة الى المعارض هل عندك مشاركات سابقة في المعارض الخاصة بالصور الفوتوغرافية اكيد طبعا الاحتكاك شيء مهم جدا والمشاركة في المسابقات والمعارض شيء يحفز دائما المصور انه يطور من نفسه وينتقل في التصوير من مرحلته الحالية للمراحل اكبر فشاركت في مسابقات وايد محلية وعالمية وفست في بعض المسابقات المحلية وبالاضافة الى اني دائما احرص اني انا اتابع اعمال الفائزين في المسابقات المحلية والعالمية لانها تغذية بصرية مهمة تساعد المصور انه يتطلع لأفاق جديدة في التصوير وبالاضافة المعارض طبعا دائما احرص اني انا احضر المعارض واشارك فيها واطالع الصور والمعروضات الموجودة بشكل مستمر لانها تساعد الواحد دائما انه يتعرف على اشخاص جدد ومصورين لكن ما عرضتي لحد الان اعمالك في معرض خاص الى الان لا اقمت معرض خاص لكن ان شاء الله قريبا يكون لنا معرض ان شاء الله طيب مشاركتي اللي اعرف في عدد من المسابقات حصلت على جوائز عارفين على مشاركة تشادي كيف كانت وما هي الجواز اللي حصلت عليها شاركت في بعض المسابقات المحلية مثل جائزة الشارقة للتصوير الدولي جائزة حمدان هبا بعض الجوائز اللي هي الصغيرة المختصة في دوائر معينة هنا في الامارة وايضا شاركت في مسابقات عالمية مثل ما اذكر اسمها بالضبط لكن يعني مسابقات على مستوى العالم على اكثر من دولة فوفزت الحمدلله في بعض الجوائز زهني المحلية مثل جائزة دائرة التنمية والسياحة بعيمان في افضل لقطة خلال فعالياتها في السياحة جميل احتفاليات احتفاليات الاتحاد 43 جميل جدا طيب حريصة انت كذلك على المشاركة بفاعلية في الاعمال التطوعية منضمة لربما العديد من اللجانة وفرق العمل خاصة بالعمل التطوعي ما سبب الحرص على المشاركة في الاعمال التطوعية كيف جاءت هذه المشاركات ما هي المشاركات كذلك اللي شاركتي فيها الحقيقة العمل التطوعي يعني جزء لا يتجزأ من اي شخص فانا احب العمل التطوعي لانا ينمي روح التعاون بين الناس يعرفك على اشخاص اكثر يطور من مهاراتك يخليك متعاون مع الاشخاص في المجتمع من حولك واكيد يعني يعلمك مهارات جديدة فانا اشترك وايد مع مؤسسات مثل تكاتف وساند اكون دائما في اوائل المتطوعين خصوصا في تنظيم الفعاليات يعني شاركت في بعض الفعاليات مثل تنظيم صلاة القيام في مسجد الشيخ سعود هالسنة والسنة الماضية وفي احتفاليات رأس السنة في برج خليفة وفعاليات كثيرة طبعا غير مختلفة طبعا يتطوع شي جميل في حد ذاته كمفهوم للشباب عشان يشاركون فيه جميل جدا طيب حريصة كذلك على دمج الموهبتين عندما او دمج موهبة التصوير عندما تشاركين في الاعمال التطوعي توثيق هذه المشاركات طبعا يعني التوثيق من اهم الاشياء اولا يدفعك انت نفسيا لما تشوف انك انت تصورت او موجود في الصور انك انت تستمر في هالشيء لانا بيذكرك دائما انك انت موجود في هال مكان انك انت تساهم في شي جميل مثل التطوع فانا اغلب الاوقات في تطوعي تكون الكاميرا معي اوثق لنفسي ولا الاخرين فدائما يعني الاثنين شيئين مرتبطين ببعض طيب الكاميرات انواع مختلفة ومتعددة لكن ربما هناك نوعين هم الابرز في سوق وفي عالم الكاميرات نحن مبصد الترويج او الاعلان عن الاسماء لكن عندما بدأتي في هذا المجال التصوير تذكرين اول كاميرا استخدمتيها الآن بالنسبة لك ما هي الانواع المفضلة في الاستخدام زمان اول كاميرا استخدامتها كانت سوني كاميرا جدا بسيطة هاي اللي يبونها حق الاطفال الصغيرة الملونة كنت يعني استانس فيها و احاول اصور لكن بعدين بدأت اطور شوي مع الوقت حاليا انا من عاشقي الكنون فاكل كاميراتي كانون بدأت باول الكنون بـ 1200D كاميرا شوي يعني متواضعة بعدين بدأت تطور نفسي بـ 600D و 750 بعدين بدأت تطور كاميرات احدث بس ما زلت احب الانواع اللي هي متوسطة بين الاحترافية بقصوى و هذا لان اخف الاستخدام واسهل وانك تصراح ما تخف عليها وايضا اكيد في مواصفات معينة تحرصين على ان تتوفر و الكاميرا اللي تقتنينها؟ طبعا جودة الكاميرا نوعيتها انها تستحمل الظروف اللي مور فيها المصور لان المصور دايما يكون في اجواء مثلا ممطرة مغابرة اجواء حارة لازم الكاميرا تكون نوعيتها جيدة جودة البروستسر نفسه اللي في الكاميرا لازم تكون عالية بحث انه يطلال لك بصور احترافية والوانها واضحة و لازم تكون على مستوى عالية طبعا كل ما كانت الكاميرا احدث و افضل كل ما كانت احسن جميل المعدة حطت لي سؤال شاعري نوعا ما يعني و كأنه قصيدة من يختار من اللقطة تختار ايمان ولا ايمان تختار اللقطة؟ لا ايمان تختار اللقطة اكيد لان المصور دايما هو اللي يشوفه بعينه و وجهة نظره في الصورة يعني ممكن مثلا في لقطات وايد شائعة مثلا لمعالم شهيرة مثل برج خليفة برج ايفل هالاشياء المعروفة هي كشكلا محفوظة عند الناس لكن المصور هو اللي يأطرها بالاطار الجمالي لها يعني يختار زاوية معينة جهة معينة للتصوير تعديل معين للتصوير هذا اللي يبرز جماليتها فدايما المصور هو اللي يتحكم بالاداة يعني اليوم اصبح الكثير من المصورين يتجه استخدام الفلاتر طبعا نظام او برنامج الفوتوشيوب كذلك مما يفقد بعض جماليات الصورة احيانا انا نقول وليس دائما تعليقتش على هذا الجانب حقيقة انا اشوف ان فيه نوعين من استخدام هالبرامج فيه الاستخدام المفرط اللي هو مثل ما تقول انه يفقدها جماليتها او مثلا يغطي على المعالم الاساسية في الصورة مثل الاشياء اللي هي تركيب واللعب الرقمي في الصور طبعا فيه ناس لهم مجالاتهم انا اشهد لهم بهالشي يعني لهم مستواهم العالي لكن الفوتوشيوب انا ما اشوفه عيب في الصور قد ما هو شي يبرز التفاصيل الصغيرة اللي ما تظهر في الكيميرا بشكل عادي لان الله سبحانه وتعالى لما خلق العين البشرية خلقها بحيث ان هي تشوف مستوى عالي جدا من الجمال في الصور صحيح لكن الكيميرا ما ترون تصل للجودة العالية لصور اللي تشوفها العين فلهذا نحن نستخدم الفوتوشيوب او المصورين يستخدمونا بس لإطفاء اللمسة الجمالية التكميلية للصور عشان تطلع بالشكل الفني اللي يشوفها الناس فيها ويعجبتها صحيح جميل طموحي ما اليوم في مجال التصوير الفوتوغرافي طموحي طبعا اني انا اوصل ان شاء الله لعالمية يكون عندي معرضي الخاص افوز في مسابقات كبيرة عالمية لان هالشي طبعا دايما يحفز المصور انه يستمر وان شاء الله قريما اسوي معرضي الخاص ولكم دعوة خاصة انكم تحضرون ان شاء الله ان شاء الله جميل هل من ابواب اخرى تسعين اللي طرقها بعد التصوير والعمل التطوعي اكيد طبعا انا اريدي تخصصي في مجال اللغة الانجليزية طبعا احاول دايما ادمج من اكثر من شيء وانا لي في مجال التصميم الجرافيكي ولي مجال التصاميم بشكل عام فدايما ما احاول اني انا اقصر نفسي على جانب معين فالفوتوغرافي دايما يشمل يعني معات تصميم ومنتاج الفيديو ومجالات كثير اخرى صحيح انت منالك توفيق ان شاء الله وانت تحققين طموحاتك سواء في مجال التصوير الفوتوغرافي او في غيره من المجالات التي تتمي فيها اشكرا جزينا شكرا لتختي ايمان موفق ان شاء الله اذا مشاهدينا ومع التصوير الفوتوغرافي والمواهب الشبابية نفتة فقرت حلقتنا لهذه الليلة فقرات حلقتنا تحديدا لهذه الليلة دمتم في حفظ المولى سبحانه على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة